النهاردة عندي مجموعة من الأخبار هبدأ بيهم ما دي الحلقة أخبار محلية ثم قراءة سريعة لأهم ما جاء في الدوريات والصحف العالمية حول الاقتصاد العالمي خليه أبدأ النهاردة بفعاليتين رئاسيتين في قصة الاتحادية الفعالية الأولى هو اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبول رئيس الوزراء الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء خالد عبد العالم محافظة القاهرة واللواء أمير سيد أحمد مصشر رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية القاتل المسلحة المصشر أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة قال إنه الاجتماع شهد متبعد سيد الرئيس للمشروعات الجارية لتطوير المناطق التاريخية بالقاهرة منطقة محيطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي وإعادة رونق هذه المنطقة واستعادة وجه وجهها الحضاري ورونقها التاريخي العريق السيد الرئيس وجه بالاهتمام بصون المواقع والمنشآت الأثارية وذات القيمة التاريخية بعيس يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة للمنطقة طبعا زيارة المساحات الخضراء وتصبح متنفس لسكان المنطقة والمترددين عليها يتم تنفيذ كل ذلك في إطار متكامل متصق مع العمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة على نحو الذي يحسن جودة الحياة بالقاهرة من خلال كافة الأبعاد التنموية والعمرانية والحضرية الثقافية والسياحية يبقى أول اجتماع النهاردة بس أنا يعني محتاج حضراتكم نركز فيه نوعية النشاط اليومي لسيد الرئيس أهو بنتكلم على عودة الرونق والشكل الحضاري للقاهرة التاريخية في منطقة الألعة منطقة الألعة صلاح الدين وما حولها ترجع زي ما كانت ترجع زي ما أنشأت زي ما أنشأها منشئوها ترجع تاني شايف إحنا بس أنا بس يعني هقول لك دلوقتي أنا دماغي يعني إيه اللي بلمحه من الخبر مش بس إنه بقول لك إن الرئيس قاعد النهاردة مع مصطفى مدبولي وعاصم الجزار ومجموعة بنتكلمه على إعادة الرونق والشكل الحضاري لمنطقة الألعة مش ده الخبر الخبر أكيد سمعته وشوفته الفعالية التانية كانت الرئيس اجتمع به المسشار عمر مروان وزير العدل كلم فيها عن مجموعة من المحاور أولا استكمال ما يكنت كل الخدمات القضائية اللي بتقدم خدمات التقاضي سرعة التقاضي عملية تجهيز وترتيب القوانين الخاصة بالأسرة والتأكد والاطمئنان على إنه المسار التحديثي والتطويري لكل خدمات وزارة العدل ماشى في الطريق المرسوم واللي وزير العدل الحقيقة بيتحرك فيه بشكل منضبط وفقاً للجداول الزمنية المتاحة يبقى عند النهاردة حدثين بسرعة أو عند النهاردة فعاليتين شهادهم قصر الانتحادية اجتمع الرئيس مع مجموعة خاصة ب تغيير الشكل وإعادة الهندام إنجاز التعبير لمنطقة القاهرة التاريخية والاجتماع التاني هو التأكد إننا هم مشيين في طريق إصلاح أحوال الأسرة المصرية والتقاضي بين المصريين موضوعين ممكن ما يكونش الجماهرية يعني واللي ثبوتت عليهم جامد لكن بقول خلاصة اللمحة إنه البلد شغالة بتبني البلد شغالة في مصرها المرسوم لاستكمال المشروع الوطني المصري المشروع الوطني اللي إحنا من خلاله نغير حياة الناس اجتماعيا نغير حياة الناس قضائيا نغير حياة الناس الليجستيا نغير حياة الناس اقتصاديا من خلال ما صار بيتم في ظروف شديدة التعقيد في ظروف شديدة صعوبة يعني النهاردة مش قاعد بس بتكلم على السودانيين ودخولهم ومحاولة إجلاء الرعاية مش بتكلم على المنطقة المشتعلة في الغرب ولا في الجنوب ولا في الشر مش بتكلم على موضوعاته ملفات عديدة لا مش ناسي ولا نأنسى انه عندي مشروع وطني مصري بيستكمل خطوة خطوة لبنى لبنى طوبة طوبة حتى على صعيد متابعة التشريعات متابعة التقاضي متابعة الميكانة متابعة تغيير شكل مصر او القاهرة القديمة سواء في القلعة المملكية او قلعة صلاح الدين ايومي كل ده بيؤكد شيء اساسي ما ضون في استكمال المشروع الوطني المصري نقطة ترجمة نانسي قنقر